اكيد طبعا كلنا دلوقتي او معظمنا يعني بيستخدم ووندوز 11. وبطبيعة الحال طبعا اكيد كلنا بنشغل او بنفعل الداركو مود. بس لو تاخد بالك للاسف فيه كده بعض النوافذ ساعات ما بيجيش فيها الداركو مود. بالرغم ان انت عامله. يعني مثلا قيمة الرن مسلا او موكم لو دخلت على الكنترول بنل هتلاقيها برضو كونها ابيض. او مثلا لو انت جيت على اي فايل عملت له كلمين بروبيرتس هتلاقي انها في زر لو انت اول مرة شوفني يسعيدني طبعا انت نضم للقناة عن طريق زر السبسكريب موجود تحت الفيديو فاعزار الجاز عشان اي جديدة نزيله لجيلك باشعار يلا بينا عالشرح يا شباب. اه طبعا يا شباب هتلو بعد الانترو كالعادة نخش اعطف موضوع الحلقة. بصوا يا شباب انتوا افتحوا عندكم اي بروزر كده. انا هسيبيكم طبعا اللينك ده في صندوق الوصف او في اول كومينتو المثبت. لما هتفتح الموقع ده هتيجي هنا على اول حاجة عندك هنا اللي هي دا ونلود. وتنزل طبعا احدث نسخة من البرنامج. هنا في حالتي اللي هو تلاتة بوين تسعة بوين تسعة. موكم انت اما دي تشوف الفيديو ده بفوقت تاني. ما فيه احدث او حاجة عما تنزل اللي موجود قدامك يعني. فهتقول له انا كده ونلود. وهنحمله معنا على الدسكتوب بعادي خالص. مساحته صغارة خالص. كلام فاضي داني التقريب من اتنين ميجا يعني. نزل اللي هوت معنا. طيب ادي هاي شكل الاداة. هتقول له انا دابل كليك عليها عادي خالص. وهيطلع معنا ان فيزا دي. لو انت اللي يختار لعندك اللي فوق ده متاكتف عندك او متفاعل اضغط عليه. مش فرقة. طب انا مسلا في حالتي الفوق ده مش متفاعل. عادي اضغط على اللي تحت. فيعني سواء اللي فوق اه متفاعل قدامك او ظاهر. اضغط عليه. مش ظاهر اضغط على هنا عند قائمة الرن مسلا. او لو ناخد بالنا جماعة كلها باقة الاصمر عادي خالص اهو. نيجي مسلا عندك على مسلا. ادي الكونترون بالنا هوت. لو ناخد بالنا اللون الاصمر الجميل. اه اي حاجة يعني كان ايه مسلا اه كليك مين بروبيرتس مسلا. نعم ملابزة ده اهو. كليك كلمين مسلا بروبيرتس. برضو هتلاقي الشانية جات هو بالاصمر. يعني الجمال كله يعني. طيب بس لو داخد بالك البرنامج لما فعل برضو وغير عندك تلات حاجات في الوندوز. فهقول لك ايه اللي غيره وازاي ترجعها تاني لو انت مش عايز التغيير ده يعني. انت لو جيتنا على قائمة كده وخدت بالك ده الشكل اللي هو بتاع مسلا ووندوز عشرة او ووندوز سبعة الشكل القديم يعني. لو انت عاجبك الشكل ده تمام. طب انا يا عام مشيته مش عاجبني الشكل ده وعاز اغيره. سهلة جدا. تعال افتاح البنمج تاني هنا كده. وهتيجي عندك هنا على الستارت منيو وهتقفل اللي هي الون دي اقفلها كده. اه. بص ديجي على الستارت هنا هوت. هتقى رجع التاني للشكل بتاع ووندوز حداشر. طيب برضوك لو ناخد بالنا الايكولات التحت دي اللي هي في التاسك بار شكلها كده حدف على شمال. يعني في ووندوز حداشر مفوض انها تقفل النص هنا كده. سهلة. لو انت عاجبك على كده تمام. مش عاجبك. تعال على التاسك بار هنا هوت. واقفلها. وقل له هنا الستارت ناو. ومش هي رسطر الكمبيوتر. بس هي رسطر بس اللي هو ايه. اللي تفعيل البرنامج يعني. وجاب لك هنا هو في النص اه. في حاجة تالتة برضوك هو غيرها. انت لو دخلت هنا على اللي هو مدير الملفات او مستقش في الملفات يعني. هو هنا برضوك الشكل بتاعه اتغير شوية. طيب لو انت عايزه على الشكل القديم بتاع ووندوز حداشر. انزل ده هنا هوت. هتجيب البرنامج تاني هوت. وتقول له هنا اللي هو هو هوت. وهتختار اللي هو ووندوز حداشر. هو اول اختيار ده. اضغط عليه هنا كده. بعد كده اقفل اي فولدر انت فتحه. اي فولدر انت كنت فتحه هو يفيله مسلا ورجع افتحه تاني. هتلاقيه يرجع للشكل القديم بتاع ووندوز حداشر. فبس يبدأك هنشرح النهاردة هنا بقى انت عندك يعني كل حاجة بقت اصمر يعني. فهدأك هنشرح النهاردة لو انت عجبك الشرح والسفتة حاجة من الحلقة يعني ما تبخلش عليا بالدعم المعناوي عبارة عن كومنت جميل زيك كده. لايك للفيديو يعني شاهره برضو كده لاصحابك. واشترك في القناة انت او ما تشوفني. وفعل زهار الجارة الشرقية جديدة نزول لك باشعار. وبس كده يا شباب. سلام.